موسيقى ضيفتنا الليلة في عسيف هي الكابتن الدكتورة ميل بدر اللي قدرت اتحقق انجاز كويتي غير مسبوق من خلال مشاركتها في بطولة العالم للغطس وتحقيقها ميدالية تعتبر هي الاولى بالنسبة للكويت في المسابقات النسائية الدكتورة مي إلى جانب حبها وشغفها برياضة الغطس الا انها ما نست الجانب العلمي من حياتها وانها دكتورة وحاصلة على شهادات علمية كثيرة وهي شغلت عدد من المناصب في جامعة الكويت ضيفتنا الليلة هي الكابتن الدكتورة ميل بدر اللي اكيد حوارنا معاها بيكون غير في عسيف ورح نعرف منها ادق التفاصيل عن رياضة الغطس واكيد رح نرحب فيها ونقول لك هيا الله من يانا ونور بيته ومكانه اسيف جميل الواحد لما يطلع من خنقول المهنة الأساسية له ويذهب إلى هوايته وشغفه وحبه لهذه الهواية يمكن تصل فيه إلى الإبداع وتميز وتطور ويصل إلى أن يحطم أرقام قياسية ويسجل أرقام قياسية جديدة في المهارة أو في هذه الهواية اليوم معانا الغواصة والمدربة مدربة سباحة دكتورة ميل بدر كل شكر لك على وجودك اليوم معانا واليوم مثل ما أنت عندك هذا الشغف الجميل أيضا نحن عندنا مع مشاهدين الشغف بمعرفة ما تحوينا من محاور كثيرة في هذا العالم عالم الغوص اللي مثل ما يقولون هواية من هواياتك ودشيتي فيه لكن أيضا دشيتي فيه بقوة بعد ما كنت يعني ما أخذتها كهواية بسيطة فمسي عليك بالخير ونقول لك يا هلا ومرحبا فيك مساء النور ومشكورين على الاستضافة دكتورة ومدربة سباحة وغوص مو سباحة ومدربة غوص سكوبة وغوص حر غوص حر يعطيك ألف عافية الله يعافيك ومن الأعلى وإحنا فخورين بالإنجاز اللي حققتي خلينا نتكلم بالبداية عن الإنجاز اللي حققتي في بطولة العالم للغوص هل تكلم عنها وشون صارت مشاركتك؟ تمام كانت بشهر خمسة لطاف كانت بطولة عالمية بالكويت شاركنا فيها إحنا مجموعة غواصين حر كنا بصراحة فريق البنات كان أول مرة يعني يكون فيه فريق بالكويت حق البنات بالغوص الحر شهر خمسة لطاف كانت تحت منظمة سيماس بطولة عالمية بس مقامة بالكويت الحمد لله شاركنا ويبنى أرقام وطنية والحمد لله قدرت أيب المدالة البرونزية بكتم النفس وقتها كتمت النفس أعتقد أربع دقائق وأربعين ثانية بس الحمد لله كسرت الآن الرقم ما هذا بعد؟ يعني الآن أنت قاعد تسوي أكثر من هذا ما شاء الله تبارك خارج هل الموضوع ممارسة دكتورة أم لا؟ نعم نحن بصراحة من وقت البطولة يعني خمس أسابيع قبل البطولة نحن بدأنا نتدرب ترى إنا ما كان عندنا مدرب يعني وبالصدفة كان ياي مدرب من كرويشيا واستلمنا خمس أسابيع قبل البطولة بس خمس أسابيع قبل البطولة كنا نتدرب برمضان ساعتين قبل الفطور كل يوم والحمد لله بشينا وأنجزنا فبعد ما خلصت البطولة تمينا مع المدرب الآن حاليا ندرب من ثلاث إلى أربع تيام بالأسبوع وإن شاء الله قاعدين نتجهز حق بطولة جميل عشان المشاهدين يفهمون اليوم عندنا في الغوص عندنا لسكوبا بالمعدات وأيضا الفري دايف اللي هو النسم الواحد تأخذ من فوق وتنزل بالفنزات طبط الهين تروحين سكوبا ولا فري دايف شلو الأجمل لتش شوف أنا بديت سكوبا للأمانة بديت سكوبا وخذيت أول لفل من فري دايف ووقفت يعني خذيت أنا 2019 بديت سكوبا ووراها بديت لفري دايف كملت بالسكوبا لحد ما صرت مدرب لفري دايف ووقفت ما كان في سبب أني أنا ووقفت بس ما لقيت من يدربني لفل اللي كان أعلى لحد ما لقيت كابتن رشيدي أعطاني لفل الثاني بعدين كملت مع الصابري منظمة ثانية لفلات ثانية أحب السكوبا وأحب الفري دايف كل واحد لجوه السكوبا تعطيك راحة أكثر تحت الماء خاصة أنا أحب أصور تحت الماء فهي تعطيك فترة أطول تحت الماء صحيح الفري دايف الفري دايف فيها تحدي حق النفس يعني تحدي تكونين قاعدة تتحدين نفسك لأن أنتي نازل على نفس واحد صحيح دكتورة خطرة اللعب يعني هالنوع من الألعاب الرياضية شوفي ماكو شي مو خطر أوكي سواء لسكوبا و سواء الفري دايف لكن نحن نتبع دائما السيفتي صحيح يعني إحنا عارفنا نعرف السيفتي نعرف طريقة السيفتي مثلا بالسكوبا لازم تنزيلين مع بادي مستحيل تنزيلين بروحج صحيح بالفري دايف 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 معادي لكن منازل معادي واحد فوق واحد تحت يعني فيه قواعد أمن و سلامة قاعدت تتبعون هاته زيش عائل الدكتورة نسمع ساعات يعني على أنه الواحد متدرب وعنده إمكانيات ويمكن عنده ليسن وعنده أهل شهادات إلا أنه يعني يتعرض للخطر أو يعني الله يرحمه يؤدي إلى الوفاة يؤدي إلى الوفاة ليش نسمع سيحسن؟ نحن بهذه نتكلم معناته على الفري دايف اللي هو الغوص الحر الغوص الحر أكثر مخاطرة هي البلاكاوت اللي هي الإغماء حالة الإغماء قبل لا الواحد أصلا تصير عنده حالة الإغماء يكون هو حاس أنه يعني يوصل فيه شغلة اسمها سميها كونتراكشن اللي هي التقلصات يعني الواحد يبدأ يحس فيها هي هذي يعني جسمك قاعد ينبهج أنه ترى كمية الأكسجين بدأت تتقل ففيه غواصين للأسف ما يسمعون حق جسمهم صحيح فيتمون بزيادة الآن إذا صار الإغماء تحت الماء فيه الرزق أنه أنت تشرقين الماء يقول هاي الشهقة الأخيرة صحيح هذا اللي هي تسوي دراونين وتسوي وفاة حتى موضوع الكمبيوتر اليوم في الفري دايف المفروض أن الغواص يتبع تعليمات الكمبيوتر لأنه هو القايد بالضبط فيه ناس تكابر نوعا ما على موضوع الكمبيوتر خاصة موضوع الصيد لاحق سميشة الكمبيوتر يعطي علام ما ينشع الالارم الكمبيوتر ما يكون عنده بدي فوق ناطر فأتوقع خلل في عدم اتباع التعليمات هو اللي يأدي إلى موضوع الوفاة بالضبط يعني المرات الناس يعني يستهنون بالوضع لا مثلا على قولتك لسميشة لا خلص اوكي أنا بصيدها خلص حياتي أهم فلما ندرب أول شيء نعلمهم السيفتي صحيح أول شيء السيفتي صحيح الدكتورة ما شاء الله عندك شهادات تدريب وشكل ما حتى قدرت تحصلين عليها يعني الطريج سهل ولا لازم أنت تبحثين ودورين شوان أحصل على اللي يسن اللي بعد اللي يسن اللي عندي أو اللي يسن اللي أحاجه خاصة بالفري داي يعني يعني أكيد في تدرجات باللي يسن وشكل شوان قدرت تحصلين عليهم شوفي أنا إنسانة طموحة أنا أمانة ما عرف أوقف يعني على لفل معين يعني أنا إنسانة جدا طموحة يعني سواء علميا أو بالهواء اللي أنا حبيتها فما وقفت ما أقول لش من البداية أنا كنتداشة أني بصير مدربة لا أنا ما كنت فكرة أني أصير مدربة أنا كنتداشتها كهواية بس تعرفين لما توصلين لفل بعدين تقولين تتشجعين صح نزين وبعدين يلا لي وراء خلالي وراء خلالي وراء لحد ما الحمد لله وصلت ل تعمل لم أفكرتي تدخلين دورات خارج الكويت يعني بعض الدول شوية متقدمة أكثر من الكويت فيه مدربين أكثر في خاصة مجال الفري دايب يعني إن شاء الله سكوبا دايب هنا عندنا مدربين على مستوى شوف أنا يعني الدورات لفري دايب يعني كنت ماخذ لفري دايب متقدمة مع كمثل عبدالله الصابري لكن كنت في جدة قبل سنة الجديدة رحت هناك خلصت مدرب فري دايب بادي مو لأن في جدة أو لأن مدرب معين لأ طبعا والنعم في مدرب محمود زكريا بس لأن ما في أحد يعطي إنستركتر بادي بالكويت فرحت فرحت هناك والحمد لله رديت ترى أنا أول مدربة بادي يعني فيماي بادي إنستركتر بالكويت ماشاء الله يعني اللي يريد يسوي هالياسن هذه ما شاء الله اللي أنتي حصلت عليها كم سنة يعني عساس سنة يوصل حق المستوى اللي أنتي وصلت لليوم شوفي أنا من بين ما بديت الأوبن ووتر يعني ما بديت الأوبن ووتر بالسكوبا لحد ما صرت أتأهل لأني أصير مدربة أخذت مني سنة بس أنا أقول لك أنا أشتغلت على نفسي واي يعني أنا ما اعتمد على قوصات بلي كويت أنا سافرت المالديف سافرت الشرم سافرت اندونيزيا كنت عشان أهم ما قوصات لأن أنت لازم عدد قوصات معينة قبل أن تصير مدربة فاشتغلت على نفسي ومو بس الابلات العادية حتى تخصوصات خذيت تخصوصات فالواحد لازم أشتغل على نفسه بعدين سجلنا في كورس الانستركتور مع كابتن محمد محمدي وهو طبعا الأونر من المركز ناطلس اللي أنا معهم حاليا أشتغل فسجلنا بس صار وقت الكورونا يعني إحنا كنا أكثر دفعة طولت على مصير مدرب سبت الكورونا تعطلت تعطلنا واي تعطلنا اليوم الفري دايف خاصة موضوع الأعماق في أماكن بره الكويت وائد حلوة حق الموضوع هذا شنو المكان اللي فعلا رحتيل وستمتعت بالفري دايف هناك دهب بلو هول أشوف وايض من هواة الفري دايف يروحون بالفري دايف من كل العالم يعني وشوفين هم مستمتعين لأن الرؤية جميلة والعمق أيضا متاح بذب أصلا البلو هول ودهب أكثرها مو مصريين أكثرها أجانب صحيح حتى من اليابان يشوفهم يعني يرتادون جميع الجنسيات لا أعلم أنا لا أعلم أشوفي الفري دايف يعني الفري دايف ليس سبير فشينج يعني لا نحن ندور أسمي ونصيد ها أو أو هذا كفري دايف أنت عندك لانيارد الذي يوجد في إيدك مربوط بالحبل ف لا أقول لديه خطورة يعني أنت نازل سواء كتدريب أو سواء أنت بنت سوين أعماق أنت نازل بلانيارد لانيارد هذا ماسك بالحبل وأمانة ولا مرة شفت اسمتها خطرة وأنا نازلة فري دايف ولا مرة ولا مرة إن شاء الله ما تشعر ولا مرة بس كسكوبة لا أنا رحت أصلا حق اليراية أحس أخصدت أنت دكتورة تابين الدورين هالمخاطر شون البحر ما في مخاطر لا أبي بحر ثاني لا بالعكس حصة نسبة المخاطر في الغوص ترى نسبة بسيطة يمكن السيارة مخاطرها أكثر دكتورة أريد أن أسألت سؤال اليوم سنقول المسابقات الفري دايف نرى أن بعض غواصين لسكوبة ينتظرون على مراحل معينة تحت يشاهدون الغواص وهو نازل وهو يطلع يراقبون أثناء التدريب تستعينون بسكوبة داخل الماء بحيث أن يكونوا حايفينكم خاصة أنا أنا للأمانة للحين ما شاركت في بطولات أعمق أدري أن في سكوبة وما يكونون سكوبة تركيشنال يعني هم الترفيه يكونون تكنيكال يعني هم يستطيعون ينزلون أعماق أكثر من أربعين متر فهم يكونون موجودين بس ما في اعتمادة مثلا أنا حين لما رحت أتدرب بجدة ما كان في سكوبة دايفر يعني وكانت الأعماق لأربعين وأكثر من أربعين ما كان في سكوبا لا تحتاجون دكتورة أنا قاعدة أشوف أن هناك حلقات في مسؤولة أدفنتشر تحت مغامرة ألعاب حلقات الدشين بينهم هذا بدهب لما رحت دهب كنت نزلت وستشيت داخل الحلقات هل هناك فريق نازل حاطين لك هذه الأشياء هم حاطينهم بدهب حاطين هذه المجسمات يعني ليس مجسمات حكت فيه هذا مغامرة أي شيء ترديمي موجود في الكويت حاطين من هذه الأشياء مرات نخلي الغواصين يدشون داخلها عشان يعرفون التوازن المتوازن يعني سمونها البوينسي دكتورة بس بس ألي الطفوية أي عمر الواحد ممكن يتعلم بهالنوع من الغواص مثلا الغواص الحر حسب منظمة بادي من 12 سنة من 12 سنة ويكون بيسيك فري دايفر لقيها بس تكون في المسبح ممنوع البحر بالنسبة حق قوصل سكوبا يبدون من ثمان سنوات سيلتي مهم بالمسبح ويبدون من عشر سنوات لأوبن ووتر اللي أمه بالبحر بس يكون لحد 12 متر ممكن الواحد يأخذ ليسن بهوب عمر صغير يعني مثلا ليسن تدريب وهوب عمر صغير ليسن أن يصبح مدرب يعني لا يصبح مدرب وهوب عمر صغير لا مؤقل من 18 مؤقل من 18 هل تروني اليوم دكتورة مراكز الغوص تكفي الهوات الغوص في الكويت لأنهم يزدادون ماشاء الله ماشاء الله اليوم كل بيت تروني واحد يأخذ عليه سنة لا ماشاء الله المراكز عندنا وايد والمدربين أكثر بعد ماشاء الله كل سنة شوفش كثير قاعد يتخرجون مدربين من الكويت بالضبط بالضبط لا موجود موجود دكتورة في ناس عندها تحب تتغوص وتتصور بعد تحت الماء متلي فهذا عندك هل هواية فأنت قاعد تأخذين الاثنين مع بعض ولا ما تقدرين صعبة لا شوف إذا نازل تدريب أدرب طلبة لا طبعا ما استخدم الكاميرا لما أسافر أو لما مثلا أكون رايحة أقوص بالكويت وما عندي أحد أني أدربة لا عادي أأخذ الكاميرا عاد حين مشكلة اللي يصور تحت الماء يحصي غير المعدات اللي قاعد يأخذها ويتكلم فيها أيضا معدات التصوير هم بعد مهي بالضبط احنا أصلا من وكما دشينا الغوص البجت مالتنا كلها رايحة حق الغوص حق التصوير مو التصوير حق الغوص حتى المعدات يعني مرخيصة على طاري هل هناك سبونسر ساعة دكتورة يكون معاكم مثل هذه الرحلات الغوص إذا كانت كبيرة أو بطولاتكم لا للأسف وانتي الآن يتيع الوتر الحساس بصراحة للأسف ما عندنا سبونسرز وراح قولها للأسف زيادة إحنا كغواصين غوص حر كمنتخب ما عندنا سبونسرز يعني أنا بصراحة حزت بخاطري لما رحت السعودية وكان فيه كابتن محمد كان ياي البطولة بالكويت مشارك في البطولة الغوص الحر فقال نتكلم شدي على فقال لي إحنا الفريق اللي يناكم لكويت وكانوا أعتقد فوق الخمسة عاش واحد تكفلت فيهم الحكومة السعودية من مصاريف التذاكر التدريب قال لي ودونا المحل وقالوا لنا نختاروا كل المعدات اللي محتاجينها مصروف اليومي بجت ماني يعني بس أهم منتخبهم أتوقع رسمي لا أما منتخبهم ترى قبلنا بفترة بسيطة بس قصدنا ما صار رسمي يعني تحت مضلة حكومية تحت عندهم اتحاد الغوص احنا جلون احنا ما عندنا احنا ما عندنا الوحيد اللي كان موجود هو مركز الغوص بالانقاذ اللي الآن على فكرة ما أدري إذا أنتم تدرون أو لا احنا كان مفوض الليمع والسبت عندنا بطولة بطولة وطنية تحت منظمة سيماس نفس اللي كانت بشهر خمسة اللي طاب صح تكنسلت احنا صالنا أربعة تشرق عندنا تدرب وعلى فكرة تدريب من جيبنا احنا قاعدين نتفحق المدرب كل شيء صالنا أربع شهور قاعدين نتدرب البطولة تكنسلت بعد ما أعلنت في الويب سايت مال سيماس أسبوعين قبل البطولة بعد ما الناس سجلت شو سبب الإلغاء لأن إلغاء شهر نادي القوص بالانقاذ تم إلغاءتها دكتورة ما سعيت وتروحون حق الشركات الخاصة المعنية في المعدات البحرية أن يصرون سبونسر لكم صح والله بصراحة لا لماذا لا تسعين ترى الأمانة ترى الأمانة عندنا في الكويت هذه مشكلة اليوم خنقل جهات الحكومية لا تركض وراننا ومفروض أن تركض وراننا صح نحن بارزين وموجودين يبون أن واحد يروح ويراكض ويسوي وحتى الشركات الخاصة للأسف يشوفون الإنجازات لا يتصلون إلا أنت تروح وتفرض نفسك عليهم بعدين يقول لك يلا ما يخالف أنا أدعيك فأنت على قراتهم هذا الحل المناسب أننا نسعى فلش ما تسعين دكتورة حرام يعني لأننا نسمي في الكويت ماكشي لازم حنى دكتور لازم حنى لازم تحنين لا عرف حن شون مهم بكل شيء دكتورة مو بس بهالموضوع لازم تدابتين وتركضين على شغلك علشان الموضوع نحن بصراحة والله ودنا يعني ودنا ودنا يكون عندنا سبونسورشيب يعني ترى احنا تقريبا الحين حاليا تقريبا 17 واحد بين بنات وشباب يعني 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 مباشرين بهذه الهواية يعني 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 مو أننا مثلا يوم يتدريب عشر وماني لا لا نحن قاعدين نيو وقاعدين ندفع وقاعدين نتدرب وننشارك نقول من برنامجنا هذا إلى كل الشركات اليوم اليوم عندكم فرق كويتية قاعد تحقق إنجازات الأمانة ما يحتاجون منكم إلا دعم مادي بسيط وانتوا تقدرون على هذا الشيء خمسة عشر شخص ولا ستعشر شخص يمثلون لكويت وحلو أنه انتوا تدعمونهم ويكونون سبونسور انتوا تكونوا سبونسور لهم يحطون لكم هذه الشعارات ويبدون يوصلون إلى العالمية فاليوم هذه الرسالة نقدمها لأمانة كل الشركات اليوم يعني هذه من مهام الشركات أنها تدعم الأمانة هذا الجانب الأنشطة رياضية والبطولات وخنقول للشباب اللي داشت هواية لكن هواية داشت على سنع مثل ما يقولون وعلى أصول كل التوفيج لك دكتورة دكتورة عيالك هناك أحد منهم يحب هذا الموضوع من هذه الرياضة أنا بس قبل لا أقول عن عيالي أنا أحب أقول سجني أنا يبتل ميدالي البرونزية بس ترى تواب البطولة اللي كانت في ذهب يعقوب من جبل ترى نزل 90 متر يعني ياب ميدالي ياب ميدالي عندكم الشراح ياب ميدالي أعتقد ذهب ياب كتم النفس عندكم الصابري ياب السبير فشين يعني عندنا عندنا أبطال الأمانة في الكويت يعني الله يوفقكم يا رب من من عيالي أنا بناتي الثنتين يغوصون الشباب ما ما تستمعين غوصوا يعني جربوا وما أحبوا عندي حفيدتي غواصة وعندي حفيدتي هم بدأ طبعا سيلتي متوظيها لأنا دكتورة أنت يده إيه الله يحفظهم إن شاء الله أحلى يده بالدنيا حبيب تسلمي عيلا زوارتكم تحت الماي زوارت لسائبكم لازم يغوصون الضابة يروح للاسف لا إن شاء الله يغوصون شكرا لك على حضورت اليوم معانا وإساء الله يوفقكم يا رب وإتمانا لكم إن شاء الله التوفيج ونشوف مثل هذه الانجازات التي تفرحنا الأمانة نحن نستمتع أنتم أنتم تحققون شيء الأمانة يمكن في ناس وائد ما يقدرون أن يحققونا لكن يستمتعون بإنجازاتكم كأنهم أيضا محققين هذه الانجازات كل الشكر شكرا نتمنى لك كل التوفيق وأنا بيب عيالي الدر بينهم أنت حاضر من عيوني شكرا لك مش عادة نوصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم نلقاكم إن شاء الله في على السيف غدا مع السلامة وتصبحنا على خير تصبحنا على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة